أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا لو تخفوها وتعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحدهم منهم أولئك ساب يؤتيهم جورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليه الكتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك أكبر من ذلك فقالوا أنا فقالوا أرد الله جهرة فأخذتهم الصالق بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البيناد فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل أخر الباب سجدا وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعدوا في السبب وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فلما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حقهم وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم قولهم على مريم الهدابا العظيما وقولهم مما قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهما لهم به من علم الاتباع الظالم ما قتلوه يقينا برفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أحد الكتاب الله ليؤمنان به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلمهم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحتلتهم بشدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا قد نهو عنه أكلهم ومعنا الناس في الباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهما المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة المؤمنون بالله اللوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من معده ووحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ممذرين لألا يكون للناس على الحجة ومع ذا الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا ظلموا لم يكن الله ليظفر لكم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاكم الرسول في الحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينك ولا تقولوا عن الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إن تهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات ما في الأرض وكفى بالله وكيلا لأن يستنكف المسيح وأن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين أمروا عبا للصالحات فيوفيهم مجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا لما ولا جدود لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهانهم من ربكم وانفلنا عليكم نورا ومبينا فأما الذين أمروا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمتهم منه فضل ويهديهم إليه سراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن مرؤونها لك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أسنتين فلهم السلسان مما ترك وإن كانوا إخة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأمثيين يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وأوفوا بالعقود وحلت لكم مهيمة الأنعام إلا ما يطلى عليكم غير محل الصيد أنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا الشهر الحرام ولا الحدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آم من البيت الحرام يبدغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنان قامل أن صدقكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والغدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمن خلقة الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب أن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق ألوما يأس الذين غفروا من دينكم فلا تخشاه مخشعون ألوما قلت لكم دينكم وأطمت عليكم نعمتي وراضيت لكم الاستامدين فمن اضطوا في مخمشة غير قثم تجانف اللثمين فإن الله غفوة الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ما علمتهم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمك بالله فاكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الخساب اليوم أحل لكم الطيبات أحل لكم طعامكم أحل لكم المحصنات من المؤمنات المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمه النجورهن محسنين غير مصافحين لا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسدوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أرجلك من الكعبين وإن كنتم جربا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائت ولا مستمر النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهر لكم ليؤتيب نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم ومثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين يمنعون قوامين لله شهداء بالقصط ولا يجرمنكم شمال قوامين على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين أمر عمل الصالحات لهم مغفرة وأجر معظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك الصحاب الرحيم يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قومنا يبسطوا إليكم إيجاكم وفقف إيجاكم عنكم واتقوا الله وعن الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه 12 نقيبا وقال الله إني معكم لإن قمتم الصلاة واتيتهم الزكاة فمنتم يرسلي وعزلتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا قرضا حسنا لو كفرناكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات قجري من تحت لنهار فمن كفر فاعد ذلك منكم فقد ضل سباء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعنه جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوح الظم مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائلتهم منهم إلا قليلا منهم فعفوا عنهم واسفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى واخذنا ميثاقهم ونسوح الظم مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبهم الله بما كانوا يصنعون يا هذا الكتاب قد جاكم رسول لا يبين لكم لا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يعفوا عن كثير قد جاكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضانه سبل السلام يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه بلا صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا من أراد أن يهلك المسيح بن مريم أمه وما وفي الله جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله أحباؤه قل فلما يعذبكم من ذنوبكم الأنتم مشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيد لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من مشير ولا نذير فقد جاءكم مشير ونذير الله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الذي اكتب الله لكم ولا ترددوا عداد باركم وتأنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لأن دخلوا حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين خافون نعم الله عليهم ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم الله فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إن لن ندخل هابدا ما داموا فيها فاذهب أند ربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال ربني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرقوا بيننا بين القوم الفاسقين قال فإنها محربة رعليهم أربعين سنة يتيهون في الغد فلاد أسعد القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال ما أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا في باسط يدي إليك ليأقتلك إني يقاب الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتقون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه وقتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في العضل وليه كيف يواري سوء أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن نكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني سرائل أنه من قتل نفسهم غير نفسنا فسادهم في العضل فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبيناد ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في العضل لمصفون إنما جزاء الذين يحاربون الله رسوله ويسعون في العضل فسادا أن يقتلوا في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم مع رجلهم من خلاف نوعهم فمن الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أعظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفوذ الرحيم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاخدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفرون وأن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة بعد قبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النرما هم خارجين منه لهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا ويدهما جسام بما كسبان كانا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من معد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفوذ الرحيم ألم تعلم أن الله لكم ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحذنك الذين سارعون في الكفر من الذين قالوا آمان بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقاب الناخرين لم يأتوك يحرفون الكذب من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروه ومن يرد الله فتته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب يكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينه وعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقصطين وكيف يحكمونك عندهم التوراة فيك حكم الله ثم يطلعون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيك أودا ونور يحفظها النبيون الذين يستمعون الذين هادوا الربانيون الأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكار عليه شهداء فلا تخشبوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما نظر الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن السن بالسن الجدوح القصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزر الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس ابن وليما صدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونوره صدقا لما بين يديه من التوراة هدى وموعظة للمتقين وليحكم أهد الإنجيل بما أنزر الله فيه ومن لم يحكم بما أنزر الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزر الله لا تتبع أهواهم ولا تتبع أهواهم عما جاك من الحق لكل نجعل منكم شرعة ومنهجة ولو شاء الله نجعلكم متام وحدة ولكن يبليكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزر الله لا تتبع أهواهم أحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزر الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن غثيرهم من الناس الفاسقون أفحكم الجاهلية يبقوا يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لاتتخذ اللهود والنصارى أولياء بعدهم أولياء بعض وميتا لهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض إن يسارعون فيهم يقولون نقشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا وهؤلاء الذين قسموا بالله جهد إيمانه إنهم لمعكم أحبط تعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يردد منكم عن دينه فسوف يأتل الله بقوم يحبه يحبونه وذلة على المؤمنين عزق على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون نوم تنائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله رسوله والذين آمن الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة هم راكعون ومن يتولى الله رسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوى ولعباء من الذين ودوا الكتاب من قبلكم الكفار ولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة تخذوا هزوى ولعباء ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا هذا الكتاب هل تنقمون منا إلا أن أماننا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أن نحفركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازر عبدالطاووت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا ومن قد دخلوا بالكفر وقد اخرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم سارعون في الإثم العدوان أكلهم السحطة لبئس ما كانوا يعملون لأولا ينهى هم الربانيون والأحبار عن قولهم اللي سنعقلهم والسحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم العلم وفما قالوا بل يداهم برسوطة ثانية ينفقوا كيف يشاء ولا يزيد أنك ثيرا منهم ما أنزر لكم ربك تضيانا وقفرا والقينا بينهم العدا وتبال بغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نار للحرب أطفاء الله يسعون في اللغة فسعدا والله لا يحب المحسدين ولو أن أهل الكتاب من واتقوا لكفرنا عنهم سيئات ولا دخلنا هم جنات النعيم ولو أن قام الطراط الإنجل وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم من تحت رجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليكم من ربك وإن لم تفعل فما بلغ رسالته الله يعصبك من الناس إن الله لا يهد القوم الكافرين قل قل يا هذا الكتاب لا استمع على شيء حتى تقيم الطورات الإنجل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيد الم كثير منهم ما أنزل إليك من ربك الضغيال وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا الذين هادوا الصابئون والنصار من آمن بالله ولو بالله لعامل صالحا فلا خوف عليهم ولا فمحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ورسل إليهم رسولا كلما جاءكم رسول مما لا تهوى أنفسهم فريقا مقذب فريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنتهم فعم وصم ثم تاب الله عليهم ثم عم وصم كثير منهم الله وصير لما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله رب رب كم إنه من يشك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وله النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا يمدخو عما يقول ودري بس أن الذي يكفر منه عذاب أليم أفلا يتوب لدر يستغفر هو الله وفوض الرحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف ببيض لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا هذا الكتاب لا تغلو في دينك مغير الحق ولا تتبع أهواق من قد ظلوا من قبل وأظلوا كثيرا وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مغير ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا نعيتنا هون عم كرين فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما واتمد لهم مفس من سخط الله عليه وفي العذاب هم خالدون ولأ كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم التغذيهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجد لتجد شد الناس عداوة للذين أمن له والذين الشكو ولتجد أقربهم عدة للذين أمن الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم موسيقى 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 موسيقى